نذهب للممثل آخر منتخب عمان هو السعودية في مجموعة واحدة المجموعة السادسة معهم تايلند وغير غستان من خلال هذه البطولة الظهور العماني تأخر كثيرا حتى العام 2004 بظهور مميز جدا لجيل جديد من اللاعبين بدر الميمني عماد الحوسني احمد كانو على الحبس وغيرهم بقيادة المدرب ميلان ما تشلى في تلك الفترة أقصى مدى العمان تجاوز الدور الأول الدور 16 في نسخة 2019 بالظهور الحالي هناك تخوف كبير في الشارع العماني سبق هذه البطولة خاصة للظهور المقلق في تصفيات كأس العالم 2026 الخسارة أمام قرقستان بهدفين مقابل لا شيء لكنها في الودية الأخيرة أمام الصين أرسلت بعض رسائل الطمأنين للشارع العماني بالفوز بهدفين مقابل لا شيء مع ذلك المخاوف كبيرة على منتخب المدرب برانكو ومن برانكو ذات نفسه من خلال البطولة الحالية المنتخب العماني عنده ميزة أيضا مثل ميزة المنتخب السعودي وأنه يلعب أيضا في قطر تعتبر أرضه وبين جمهوره اللي راح يكون جمهور كبير يحضر مباريات هذه البطولة والحديث أكثر رحبوا معنا بعضو مبادرة المشجعين الخاصة بالبطولة الإعلام العماني المميز عمار الموسوي اللي كان عضو في هذه المبادرة في بطولات كأس العرب وكأس العالم أيضا راح يكون موجود في كأس آسيا عمار أهلا وسهلا بك معنا في خليجي من وين وين حدثنا عن هذه المبادرة حضورك في البطولات الماضية وحضوركم أيضا مع الجمهور العماني في البطولة القادمة بذن الله تعالى هنا في قطر نعم دكتور بالنسبة لقادة شبكة مشجعين قطر لمونديال كأس العالم وكأس العرب وأيضا في كأس آسيا اللي طورت حقيقة وصار دمج بينها بينها وبين لجنة المؤثرين وأصبح مسماها شبكة قطر لقادة المشجعين والمؤثرين هذه الشبكة الجميلة اللي من خلالها نعمل إثارة ونزيد الحماس لدى الجماهير في كأس العرب كان لنا تجربة جميلة في كأس العالم تجربة أجمل وأجمل كأس سوفر لوسيري اليوم نعود مرة ثانية على مستوى قارة آسيا قادة المشجعين كان لهم زيارة في أغسطس وأيضا في ديسمبر حتى يحثوا الجمهور على شراء التذاكر ويعرفوهم بمختلف المناطق والفعاليات والمناشط وآلية الدخول لدولة قطر وأن الإجراءات جدا سهلة أكيد وطبيعي انتشر هذا الخبر بعد كأس العالم أن قطر أمورها جدا طيبة تحية كبيرة جدا للجنة المحلية المنظمة على جهودها مع قادة المشجعين بالتالي احنا راح يكون دورنا أيضا خلال البطولة نزيد الحماس وانطمن لجماهير قاجمة إلى قطر أن أموركم طيبة مع بطولة كأس أمام آسيا نعم عمال حددنا عن توقعاتك للمنتخب العماني خاصة بعد الفوز الأخير في المباراة الودية على المنتخب الصيني نعم بالنسبة لحظوظ منتخبنا الوطني العماني الكل يتوقع أن عمان راح يتأهل عن هذه المجموعة اللي فيها كرقستان ودايرلند والسعودية برفقة المنتخب السعودي عاد هنا المنافسة بين منتخبنا والمنتخب السعودي على الصدارة والبعض يعتقد أن كرقستان راح ينافس منتخبنا لكن أنا أقول أن عمان جاي بقوة خصوصا شفت مباراةنا أمام الصين من خلال لقطات الأهداف الجميلة جدا اللي أحرزها أرشد العلوي وكذلك محسن غساني وعندنا مباراة أيضا أمام الإمارات قبل البطولة بالتالي منتخبنا في هذه البطولة منطقيا والواقع مفترض يكون أقل شيء في ربع النهاي لأول مرة في تاريخ المنتخب العمان إن شاء الله بإذن الله تعالى راح يكون في ربع النهاي وأنا مثل ما قلت كل جماهير عمان دائما متفاعلين في دولة نظر شكرا لك عزيزي عمار نورتنا في خليجة بنونون إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة نشوفك أيضا هنا في بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023 إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من خليجة منونون تكملت باقية المنتخبات الخليجة بإذن الله تعالى راح نكون فيها معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إلى المنتقل